سبع أوراق عمل قدمت هاجهات محلية ودولية ضمن فعاليات حلقة العمل التي نظمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان تحت عنوان عمال المنازل الإطار التشريعي والتحديات ورشة عمال المنازل طبعا هذه القضية هي قضية يعني تؤرق جميع الدول المستقدمة للعمالة الوافدة في مختلف المجالات والقطاعات وهي قضية مهمة يجب أن تؤثر بتأطير قانوني يتوافق مع ويتواءم مع أنظمة وقوانين وتشريعات المنظمات العالمية كمنظمة العمل الدولية وحرص الاتحاد بالتعاون مع شركاء في لجنة الاتجار بالبشر ووزارة العمل والخارجية حرص على تنظيم هذه الورشة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع قضية الاتجار بالبشر هدفت حلقة العمل للتعريف بحقوق وواجبات عمال المنازل والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة عمال المنزليين ومكافحة الإجار بالبشر وضمان حقوقهم وهذا بيصلب عمل منظمة العمل الدولية حيث هناك عنا اتفاقية رقم 189 والتي نأمل مسلطنة عمان تصادق عليها بالإضافة إلى ذلك هناك سياسات وإجراءات تتعلق بالاستخدام العادل واللي أعتقد هذا عنوان المؤتمر اليوم واللي أعتقد أنه السلطنة إن شاء الله بطريقة إلى اعتماد مثل هذه السياسات والإجراءات الحلقة تطرقت إلى الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل وحماية حقوقهم وتعزيزها وعرض إجراءات وزارة العمل التشريعية والرقابية والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل وآليات تعزيز العمل اللائق لهم إضافة إلى الدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها حقيقة أن هذه الورشة أو هذه الحلقة النقاشية من الحلقات المهمة اللي بيهتم فيها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بصفة الأمان العامة المعنى بمتابعة اتفاقية الجريمة منظمة عبر الوطني وخصوصا بروتوكول منع وقمع معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص وخصوصا أيضا تأتي أهمية هذه الورشة كونها تتعلق بقطاع مهمة وقطاع العمالة المنزلية نظرا لصدور بعض التقارير التي تتعلق بانتهاكات تتعلق ضمن قطاع العمال المنزلية ارتقت إلى قضية الاتجار بالأشخاص شارك في حلقة العمل منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل واللجنة العمانية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى ممثل الهياكل النقابية بسلطنة عمان ومكاتب استقدام الأيد العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الجهات فعالية حلقة العمل هذه تستمر لمدة يومين متتاليين وستناقش المزيد من التشريعات والأطر التنظيمية لعمال المنازل وفق الرؤى والإجراءات المعتمدة عالميا لما يضمن حقوق عمال المنازل وواجباتهم تجاه عملهم إبراهيم بن سالم الهادي من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان محافظة مسقال